أكد وزير الخارجية سمح شكري العمل على احتواء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين مشيرا إلى وجود جهود تبذل للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية شهدت الدورة تأكيدا من خلال قرارات وبيانات الوفود على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الموقف العربي الثابت في الدفاع عن السلام العادل وعن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما أود أتقدم بالتعزية في ضحايا الاقتحام الأخير لمخيم جنين وأجدد الإدانة لهذه الاقتحامات وما تسفر عنه من ضحايا